في التوحد هنجد نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن خلونا الاتصال الثاني كان حالة عندها فيروسي كان 170 ألف بعد جرعة من الأعشاب بقى 107 ألف بعد جرعة ثانية من الأعشاب الحمد لله رب العالمين أصبح نيجة تفتماما ولله الحمد والمنة ربي أوزيني أن أشكر أن أماتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم الحمد لله والمنة لله عز وجل ودايما أفكر حضراتكم أن العلم والطب فعلا هي بصمة رحمة ربنا عز وجل بينا على الأرض نقطة مهمة جدا فيعني لازم نسعى للطب ونسعى لأصحاب الطب وانسبنا من المهاطرات وانسبنا من العشابين والدجالين والنصابين إلى آخره اللي خلاص ملو الشاشات بصورة لم تحدث من قبل بيسأل سؤال جميل جدا عن الأجسام المضادة معنى الأجسام المضادة هي أجسام يكونها الجسد البشري أو الأنسجة البشرية مضادة لهذا الفيروس أو لهذا المرض أو لهذا الوباء وبالتالي هذه الأجسام المضادة هتبدن موجودة على طول مش هتتشال أبداً طول العمر ما فيش منها أي ضرر أبداً وما فيش منها أي مشكلة والتالت مرة أو رابع مرة بأناشد وزير القوى العاملة الأستاذ خالد الأزهاري سيادة الوزير نظره إلى العمالة المصرية وجود أجسام مضادة لا يمنع أحداً من الصفر وجود أجسام مضادة لا يمنع أحد أبداً من الصفر وده بيحدث للأسف للعمالة المصرية في كثير من البلاد العربية وبيقولني جداً أن العامل البسيط اللي بيدور على رزقه في أي مكان يجي يقول فيها أجسام مضادة ومش هضين يسفروني وملهاش حل من النحية التبطية يعني احنا مش عارف في وقتنا خبص ليه كتير سريع جداً كده خلوني أكمل الوصفة العشبية الأخيرة في التخصيص وهي عشبة رجل